خلاص بقى اخدت القرار ان انت عايز تعتب نبتدي بقى تسألني الاسئلة المهمة اعتب امتى؟ لا تعتب انت غضبون؟ لا تعتب انت غضبون؟ لا عليك يا اخي ما تعتبش انت غضبون؟ ليه؟ لما نبقى غضبانين يا جماعة في حاجة في مخينا اسمها الاميجنة تدين مسؤولة عن المشاعر كده وتحطي رهجم عاملة بلوك على حاجة اسمها البريف رونتال كورتيكس المسؤولة عن المنطق واللوجيك وتروح عاملالك ايه تخليك تبقى مجدود كده مش فاهم انت بتعمل ايه؟ وبعد ما تخلص الغضب بتاعك تقول وانا عملت ازاي كده وانا قلت ازاي كده انا جرحتك وقوي انا زعلتك وقوي المنطق بيختفي لما بنبقى غضبانين فانت عشان تعاتب محتاج ان انت متبقاش غضبان ونفس الكلام لو اللي انت بتعاتبه انت هادي بس هو غضبان نفس الفكرة الباب بتاع المنطق اللي انت عايز تقوله احنا انت غلطت فكزا وانا غلطت فكزا وما حتجين نعمل كزا وانا خبانا من كزا الكلام ده مش هيحصل لانه هو برضو مخ عنده مقفول فالخلاصة لا تحاتب وانت غضبان ولا ولا اللي قدام اى غضبان ولا لو انت مش غضبان وهو مش غضبان وفي واحد جنبكو غضبان برضو ما تحتبش يعني ايه بيت خلص عن الغضب طبعا بتقول لي دلوقتي خلاص مش عاتب وانا غضبان عاتب انت بقى اقول لك بص اهو انت بدأت تبقى غضبان انا اقول لك اهو عاتب وانت هادي وراية واللي قدامك هادي وراية ويوفضل لو انتو اللي اتنين كمان في موقف في مشاعر اكبية هاديك مثال حضرت حصل بينك و بين المدافن بارح موقف كده يعني تدشاية وانت بلعتها وعدتها وتاني يوم انتو قاعدين عالكنبة مندفين بقى في بعضه ومسكين كوباية الشاب الابا يموت سأساق وبقسماته عاملين تاكله والدردش والغزالة رايقة وحاجة اخر حلاوة تروح طالع بقى تقول لها بس بصراحة انت يعني كان ردك عليها غشيم او مبارح وها ما عافش ام الجنونة اللي بتطلق عليها فجأة دي ايه حكاية هجوه الغرمونات بتاعك والجنان بتاعك وده مكونش معاها راجل بيت ده انا مش فاهم ايه تروح طالع ما لبسك كوباية الشاب وانشك ورزعك بقسماته فاقينك تبقى كورستان من كراسين الكريبي عارف ليه عشان انت تستاهل عشان انت سألتني امتى تعاتب وروح تعاتبتي من غير ما تسألني ازاي عاتب تستاهل الجرالك عاتبك انا بقى دلوقتي اقول لها اعمل فيك ايه طيب افهم افهم تعلم ايا فاهمك ازاي تعاتب لازم تتأكد من تلات حاجات وانت داخل تعاتب يا علي لو التلات حاجات دول مش موجدين يبقى عتاب لجة يا علي عتاب لجة اول حاجة العتاب لازم يكون انت داخل ونيتك الاصلاح يعني اي حاجة ممكن تقولها حتى لو هتديك شوية مكاسب نفسية ومعنوية لحظية بس هتؤثر على الاصلاح اللي انت بتبنيه مش هتعملها نيتك الاساسية الاصلاح انا جاي اصلح مش جاي اكسب معركة تاني حاجة انا مش جاي اهاجم انا جاي اعبر عن مشاعري يعني لو هناخد مثال مثلا اللي فات انت قلت لها انت خشيمة والجنونة والهرمونة انا مش عفق انت كده بتحجمها صح؟ لكن لو انت عايز عبر مشاعرك ممكن تقول انا مبارح كنت حزين جدا لما بدأت تزعائي فيها وسط الاولاد هنا انت عملت ايه؟ انت حكيت الموقف وعبرت عن مشاعرك هي محستش بالهجوم فهتقدر تتعاطف وتعامل معاك اي انسان طبيعي جماعة حتى لو هو عارف انه غلطان اول لما يحس انه هو بيتهاجم اوتوماتيك لازم يدافع من غير ما يفكر لازم هيدافع فكل ما تيجي يتعاطب حد وانت بتحجمه كل ما هتلاقي منه مقاومة فانت تزعل ان هو بيقاوم وانت ليك حق وهو ليه حق ونعد نخبه في بعض فتجنب الهجوم وركز على التعبير عن المشاعر الشخصية بدون اي تخبيش في الشخص اللي قدامك تالت حاجة محتاجين نوصل الاتفاق ازاي حاجة زي كده ما تتكررش تاني محتاجين ان احنا بعد ما تتخبر عن مشاعرك تقول لها احنا مثلا دلوقتي انا عارف ان انت تبقي مضغوطة واحنا بتحتاجي تنفعلي بس انا برضو غصبا عني بتدايي الموضوع ده فهل ممكن مثلا لما تبقي انت هتنفعلي انا بيهك ان انت بدأت تنفعلي وابتدي اخرج ونرجع نتكلم بعد ما نهدى فتبتلوا بعد كده مثلا هي بدأت تصنع لو سمحت انا حاسس ان احنا بدأنا ننفعل هستأذنك ان انا هطلع برا واول لما نهدى نرجع نتكلم تاني لما انتو الاتنين تتفقوا على حاجة زي تعملوها تخليكم ما تقعوش في ده تاني يبقى انت كده العتاب بتاعك وعمل ايه اتنية الاساسية بتاعتو واللي جات في الاول اللي هي الاصلاح